طبعا فكرتنا دي عن لعب الترايسلين هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا في اللعبة والبطولة الافريقية والعربية للترايسلين اللي استضافتها طبعا مصر مؤخرا مع ضفنا الواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي الافريقي للترايسلين ورئيس الاتحاد الاتحادات الافريقية الأكسام نورنا مشرفنا سيدة اللواء أهلا بيك يا ربنا زي حضرتك نورتني يا فنسوا عذاء جدا لكم حضرتك معنا قليل الظهور إعلاميا فمجرد وجودك معنا ده شيء يساعدنا ويشرفنا بنا يخليك مرسي جدا جدا وأكيد عندنا كلام كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيه متعلق بهذه الرياضة واستأذنك نخلي البداية بالبطولتين اللي مصر استضافتهم في الفترة الأخيرة الشهر اللي فات كأس إفريقيا وبطولة البطولة العربية كمان لترايسلين نعرف بها ديك ملابسات ابتداء من التنظيم مرورا بالفعاليات نفسها والخواتيم بتاعت البطولتين الحقيقة أنا بشكركم طبعا على استضافتي النهاردة في قناة النادي الأهلي بقالي فترة ما ملتقدش بيك ولا بجماهير النادي الأهلي صحيح سعيد جدا لعل الملع خير يا ستنا لا خير الحمر بس الواحد مشاغل الرياضة كتير ومش بس الرياضة الأفريقية إنما أنا باتشرف إن أنا ماسك الرياضة العربية أيضا زي الرياضة الأفريقية فالدنيا بقت زحمة شوية يعني إنما سعيد إن أنا وجودي معاكم ومرسي قوي إن أنتم تكلموا على لعبة الترياتلون إحنا دايما بنقول التري يعني ثلاثة وثلون يعني لعبة يعني لعبة السلاسي اللي هي السباحة والدرجات والجاري اللعبة دي لعبة أولمبية من سنة 2000 من سيدني والحمد لله إحنا متقدمين فيها بشكل جميل جدا دخلنا دورة الألعاب الأولمبية في اليابان والحمد لله حاليا بنسعى للتأهل وإن شاء الله بإذن الله ربنا وفقنا عندنا لعبين سيف ومهند بيحاولوا إن هم إن شاء الله يتأهلوا البطولة اللي فاتت كانت البطولة الأول مرة بنقيمها في سهل حشيش ومكان جميل جدا 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 والحقيقة الناس كلها كانت مبهورة بيه ويعني عايز أقول السياحة الرياضية من خلال الترياتلون كبيرة جدا جدا وإحنا اللعبة بتاعتنا فيها مسافة أولمبية وهي إن اللعبة بيعوم 1500 متر في مياه مفتوحة ثم بيطلع لمنطقة اسمها منطقة الانتقال بيبقى فيها الدراجة بتاعته والخوزة وكل حاجة محطوطين في ترتيب معين برقب معين بيروح ياخدهم ويلبس ويبتدي يطلع من نقطة الركوب للدراجة ويعمل 40 كيلو عجل ثم يعود لمكان النقطة دي أو منطقة انتقال أخرى ويسيب الدراجة والخوزة والحاجة في مكانها ثم يجري 10 كيلو كل دول بدأت قلبه واحدة يعني مش زي باقي الألعاب المركبة إن هي بترتاح وبعدين تكمل وإلى آخر فدي طبعا من الألعاب القوية جدا صحبا جدا هل تتكلم عن 40 كيلو دراجات و10 كيلو جاري و15 متر سباحة بالضبط غير السباحة بالضبط بتالي مش أي حد مقربة مؤهل للتفوق في الرياضة دي والله هو حضرتك كلامك صح بس احنا دايما بننتقي السباحين اللي ممكن ما يكونوش متفوقين قوي في السباحة إنما يكونوا لهم أرقام وفي نفس الوقت أمريكا كسرت الجزء ده وجابت حد بتاع دراجات وقدرت إنها تخليه بس كان سينه صغير وقدرت إنها تخليه يبقى في السباحة أقوى شوية وقدرت إنه هو يكسب بطولة العالم وحصل دمع برضه أحد اللاعبات بس جابوا بقى سباحة المرة دي فقدروا إنه هما يتفوقوا الفترة طويلة فاللعبة مش سهلة فعلا سهلة طبعا وخطر أكيد طب إحنا عايزين نتكلم أكتر عن أولمبياد باريس 2024 عدد كبير جدا من اللعبات الحقيقة بيستعدوا للدخول أو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 عايزين نعرف حلتك يا سبت اللي هو استعدادات الاتحاد لأولمبياد باريس 2024 هو زي ما أستاذ كريم قال في الأول اللعبة مش سهلة إحنا ابتدينا في اللعبة دي بـ2009 في مصر والحمد لله يعني عمرنا مش طويل قوي إنما في نفس الوقت قدرنا نعمل شوية إنجازات قوية الحقيقة الفضل يرجع للدولة لأنها الدولة بتدعم الرياضة والدولة اللي بتدي الفلوس للرياضة وهو لآخره وخصوصا إذا كانت اللعبة مش مشهورة قوي فبيبقى الرعاية فيها بتبقى صعبة شوية وهو إلى آخره إلا أن وزارة شباب الرياضة الوزير الشاب الدكتور أرشاف صبحي الحقيقة عمل دفع قوي جدا 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 للألعاب الفردية بصفة عامة والتراتلون بصفة خاصة والحقيقة مش أول بطولة بنقيمها دي البطولة الـ 14 اللي بنقيمها تقريبا في مصر وكنا ما بين جنوب سيناء شرم الشيخ وما بين سهلة حشيش الحمد لله هذه البطولة كانت بطولة قوية جدا جدا لأن كانت أكتر من بطولة كانوا حوالي 6 بطولات كانت بطولة أفريقيا مؤهلة نقاطها إلى الأوليمبيكس البطولة العربية لأول مرة بتؤهل نقاطها إلى الأوليمبيكس وده إحنا الاتحاد النادر الوحيد في العالم اللي بيحتسب البطولة العربية في نقاطه أيضا كان عندنا بطولة تحت 23 سنة وكان عندنا بطولة الشباب وبطولة الناشئين والإيج جروب أو الفئات العمرية الحقيقة الأولاد ما شاء الله عملوا نتاك كويسة جدا سواء كان مهند أو باقي اللاعبين الحمد لله وقدروا أن هما وصيف ما شاء الله عمل كويسة قوي فقدروا أن هما يحققوا نقاط في اتجاه التأهل إن شاء الله لدورة الألعاب الأولمبيكس الدورة ما هيش صعبة ومش سهلة بيبقى في حوالي 64 لعب يتأهلوا من خلال نظام تأهلي معين بيبقى في مجموعة من اللاعبين بيتأهلوا مباشرة عن طريق القرى ودي حتحصل في دورة الألعاب الأفريقية اللي حتقام في غانا واللي بيسعدنا أن احنا كاتحادية الكونفدرالات الرادية الأفريقية هي اللي بتدير هذه البطولة مع اتحاد الليجان الأولمبية ومع أيضا الأفريقية ومع اللجنة المنظمة ومع الاتحاد الأفريقي السياسي اللي هو مالك لهذه الدورة والبطولة دي حتقام من 8 ل 23 مارس إن شاء الله في غانا وفيها حوالي 30 لعبة منهم طبعا التراتور ده هيبقى فيها تأهل مباشر والتأهل المباشر هيبقى عبارة عن 3 لعبين مفروض ممثلين للقرى وأيضا بيبقى فيه 3 لعبات